السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد وتحية صمود لكل إخواننا في فلسطين نحن معكم إن شاء الله حتى النصر فيديو اليوم وتجميعتي الشخصية البيتية اللي صالي فترة طويلة جداً باستنى أعمالها أخيراً عملتها وكان فيه شرطين لازم أحققكم هذه التجميع أول إشي إنه تكون تجميعا أصغر ما يمكن وثاني إشي تكون أقوى ما يمكن يعني الحجم ما يأثر على الأداء خلينا أورجيكم إياها موقع السي دي كي بقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن وملحقات ألعاب وأهم منتج من هذه المنتجات هو الويندوز تين برو اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة بنكبس باي ناو بنحط كود الخصم اللي هو سي اي اي ام وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار بنعمل سبميت أوردر بنختار طريقة الدفع بنكبس على قت كي عشان يطلع لنا مفتاح ويندوز بنكبس ستارت بنطبع اكتيبيت عشان تطلع لنا صفحة تفعيل ويندوز بنكبس تشينج برودكت كي او تغيير مفتاح ويندوز بنحط المفتاح اللي اعطاني ايا الموقع بنكبس اكتيبيت وهيك بيكون تفاعل ونربط باللوحة الام هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود بوصف الفيديو معظم القطع بهاي التجميع انا حاط عيني عليها صار لفترة بطداء من المعالج اللي هو الـ i7 11700K معالج من الجيل 11 وانا فئة الـ i7 700K وانا كانت من الاجهال السابقة انا كتير بحبها لانه متوازنة من ناحية اللعاب وانتاج محتوى وسعرها مش غالي جدا زي الـ i9 وغالي ولكن مش غالي جدا زي الـ i9 والريزن 9 الى اخر اللوحة شفناها قبل هيك اللي هي الـ Z590i الـ Aorus Ultra اللي عملنا لها استعراض شوف الفيديو اذا بدكو هيطالع على الشاشة ولكن الان رح تركب عليه هذا المعالج على هاي التجميع كرت الشاشة اللي ما قدرت اقاوم احطه لانه الكيس لما تشوفوها كمان شوي رح تكون بيضا اللي هو الجيجا بايت الفيجن الـ RTX 3060 ليش محطيت كرت شاشة اقوى لانه هذا الكرت الابيض الوحيد اللي عندي حاليا وكتير عاجبني شكله زاهد انه بتعرف الوضع اللي صاير مع كوت الشاشة حاليا فراح استخدم هذا الكرت لان رح يكون كافي وزيادة يشغل كل الأشياء اللي بدي إياها من ناحية إنتاج المحتوى والألعاب الآن هاي الثلاث قطع الأساسية ليه اللوحة الأم المعالج وكرت الشاشة رح تكتشفوا كمان شوي اني غيرت كرت الشاشة لكرت ثاني الرامات الـ Aorus RGB Memory بتردد 4800 ميجا هرتز قطعتين 88 16 جيجا بايت الآن هاي اللوحة ما بتدعم رسميا إلى غاية 4400 ولكن رح دبر حالي لا تخافوا بالنسبة للتخزين عنا الـ Aorus Gen4 7000S SSD بدعم الجيل الرابع وبيحجم 2 تيرا بايت كافي وزيادة للألعاب وملفات إنتاج المحتوى اللي سأعملها زي ما حكتلكم أنا ما رح أعمل بشكل أساسي بالبيت ولكن رح يكون داعم للشغل اللي بعمله أنا بالاستوديو نيجي للصندوق اللي أيضا صار لي فترة حاط عيني عليه اللي هو الماستر بوكس NR20P من كولر ماستر جاي باللون الأبيض وقياس Mini ITX لابق لكرت الشاشة ومعنه Mini ITX بس بسع أحجام أكبر شوي من القطع بالذات كروت الشاشة اللي بتيجي بأطوال أكبر من المعتاد وPower Supply أو مزود طاقة V850 SFX Gold بقياس أصغر من الحجم المعتاد وأيضا 850 واط جولد كافي وزيادة حتى لما أبدأ أي كرت الشاشة مستقبلة وآخر إشي تبريد المعالج اللي لازم يكون كويس اللي هو الماستر ليكود ML240 V2 ARGB اسمه جريدة من كولر ماستر بقياس 240 ملي متر اللي هو مناسب جدا لمعالج زي هيك والإشي الجميل إنه بسع بهاي الكيس خلينا نتعمق شوي بالكيس قبل من نروح للتجميع من الأمام تيجي مسكر عليها لوغو كولر ماستر يميل شمال في عنا فتحات تهوية من وراء في عنا مكان لكرت شاشة ثلاثي أو ثري سلوت نقدر ركبه عمودي في عنا وصلة باور تيجي داخلية رح ورجيكوها كمان شوي من الأعلى في عنا فتحات تهوية وفي عنا كبسة باور بتضوي ريست وصلتين USB 3 زياد وصلت سماعاته مايك في عنا من الأسفل برضو فتحات تهوية وإجرائم بنفكوا ونقدر نطبع عليهم 3D Printing نغير شكله ماي شغلة لطيفة وشغلة أيضا جميلة إنه كل الأغطية تبعت هاي الكيس تنشال سواء كانت العلوية السفرية الأمامية والجانبية ولما تشير كل الأغطية بتلاحظ إنه شكل الكيس مفتح كثير يعني ماشي إن الأمام مسكر مكان الأس أزيزي ما بركبه ولكن خلاص فيه سهولة بالتركيب ما في داعي أو ما بتقدر تنحشر هيك بالمساحة وانت قاعد بتبني الآن نسخة البي بيجي معها سايت بانل زوجاجية تمبرد لاس زائد مروحتين إضافيات بركبه بالجهة العلوية هذا الحكي بزيد خمسين دولار من سعر الكيس إذا كانت بي إذا كانت مش بي بيكون سعرها ثمانين دولار زائد طبعا نسخة البي بيجي معها رايزر بي ساي إكس بس جين تري عشان تركب كتل الشاشة بشكل عمودي عادة تجربة البناء بكيسات أو تجميعات الميني اي تي اكس سيئة كتير يعني أنا بجوز كل مرة بعمل فيها تجميع ميني اي تي اكس بنجرح على الأقل مرة فالتجربة ما بتكون جميلة كتير وبتغلب لأن الواحد ما عنده مساحة يناور ولكن صراحة بهاي التجميع بالقطع كلها مش بس الكيس والمبرد أيضاً اللوحة الأم وأماكن التوصيلات الجاية على اللوحة بالذات المراوح يعني في معهم زي أدابترز أو سلاك بتتوصل المراوح من الجهة العلوية فالتجربة صراحة كانت جداً لطيفة خصوصاً مع الـ Power Supply أو مزود الطاقة اللي جاي SFX أو أصغر راح حط مواصفات التجميع النهائية على الشاشة اللي فيكوا بيحب يوقفها ويشوها بالتفصيل هايها طالع وهاي هي النتيجة النهائية أو الشبه النهائية للتجميع ركبت كرت الشاشة بشكل عمودي المبرد من الجهة السفلية مش شايفين الـ CPU Block بس برضو المنظر لطيف جداً خصوصاً مع الجنب الزجاجي أو Side Panel Tempered Last اللي كثير جميلة وفيها تعتيم بسيطة معطية لمسة جداً جميلة للكيس ولكن بإمكانكم أيضاً تشيلوها وتحطوا الغطاء الأصلي اللي جاي معها فهذا الشكل راح يكون إذا كانت NR200 وليسة P اللي هو أيضاً ممتاز وأداءه كويس ولكن لما عملت هاي التجميع وأنا بعمل فيها نزل كرت الثلاثين ثمانين تي آي فأقولت يا ولد يا مات شو رأيك؟ بدل الثلاثين ستين ركب الثلاثين ثمانين تي آي لأنه برضو المعالج i7 11700K مش معالج هياً وهي النتيجة اللي طلعت ركبت كرت الشاشة بالجهة السفلية والمبرد على الجهة الجانبية الآن هاي وضعية أخرى ممكن تركبه فيها الكيس فالمنظر صراحة ما عليه كلام ولكن رح أضطر بدل ما أحط التمبردلاس أحط الجهة المفتحة الحديدية اللي هو أيضاً منظر جميل وهين شايفة RGB يعني مش إنه مش شايف لما تطف في الضوء المنظر لطيف والأداء كتير ممتاز جاي طريقة اللي بتهوى فيها الكرت والمبرد معزولين عن بعض خلينا نروح الآن لاختبارات الأداء اللي فيكم حاب بشوف لقطات ثانية للتجمعتين أو الشكلين اللي عملتهم موجودة بنهاية الفيديو وأنا بحكي عن الخلاصة إن شاء الله وركزتلكو على شوية أشياء الآن اختبار IDA64 بيركز أو بضغط الكرت لمية بالمية لفترة طويلة والحرارة كانت أواخر الستينات بداية السبعينات المعالج جدا مرتاح بهاي الكيس أداء حراري جدا جدا ممتاز أما الأداء الحراري لكرت الشاشة فما كان بجودة الأداء الحراري تبع المعالج بعرف أنه مبرد المعالج أفضل ولكن أعتقد أنه فتحات التهوية الموجودة بجانب الكيس جاي أعلى شوي من المكان اللي كرت الشاشة بيطلع منه لهوى الحامي فمعظمه برجع لكرت الشاشة ومعهي كان أداء كويس تقريبا أواخر السبعينات أعلى بعشر أو اتناشر درجة من الكيسات الفول تاور أو الميت تاور نروح لبرامج إنتاج المحتوى بطداء من Cinebench R23 نتيجة النوال 1,591 والأنوية المتعددة 14,771 النتيجة ممتازة لمعالج 8 أنوية 16 مسار ونفس الأشي بي في ري حصرنا على 6,300 V-Samples النقاط لهذا المعالج ليس لكرت الشاشة ما جربت كرت الشاشة لنجربنا قبل هيك أداء مبين وبتايم سباي إكستريم حصرنا على 8,667 نقطة 9,675 لكرت الشاشة و 5,451 للمعالج اللي هي نتيجة ممتازة فالجهاز زي ما أنتو شايفين رح يكون إن شاء الله مناسب للألعاب وأنتاج المحتوى بـ Port Royal نفس الإشي حصلنا على 10,659 نقطة اللي هي النتيجة المتوقعة على كرت 3080 Ti نروح لنتائج الألعاب أنا شاشة عندي بالبيت 1440P 144Hz يعني Shadow of the Tomb Raider 1440P أعلى إعدادات متوسط الفريمات كان تقريبا 175 فريم ب2 أو 170 مناسب جدا لشاشة زي هيك معظم وقت رح يكون ألعب ألعاب زي مترو أكسيدس متوسط الفريمات كان تقريبا 120,122,125 حسب المكان اللي إحنا موجودين فيه ولكن مناسب جدا بأعلى إعدادات بشغل Ray Tracing, DLSS و 1440P فالفريمات اللي أنا شايفها حتى بـ Wolfenstein Youngblood 140 فريم بالثاني تقريبا برضو متناسب جدا مع هاي الشاشة والمواصفات هاي مرة ثانية رح أشتغل أي نعم ولكن أنا قاعد بالبيت رح ألعبين هذا الكلام نفسه بتكرر على معظم الألعاب بـ Hitman 3 متوسط الفريمات 150 فريم بالثاني تقريبا فالأداء مستقر أو موجود بهذا المستوى اللي هو تقريبا متوسط الفريمات متناسب مع الشاشة اللي حك تركوا عنها خلينا أحكي شوي عن الحرارة والنتائج أو تجربة الحرارية والكيس موجودة على المكتب الآن طلعوا حرارة كرت الشاشة بمعظم الألعاب كانت بأواخر الخمسينات إلى منتصف الستينات مرات وتوصل أواخر الستينات بداية السبعينات مرات إذا لعبت فترات طويلة المعالج حالاته كانت ما بين 55 و 60 درج مئوية أثناء اللعب ما بنضغط كتير بوصل بداية السبتينات مرات ولكن وأنا بشتغل على الجهاز الجهة الجانبية بتطلع هو حامي صراحة يعني فهذا الدليل أنه فيه تبريد بصير بالكيس ولكن ممكن يعطيكوا هيك تجربة مش مريحة إذا كانت الكيس أو إيدك اللي عليها الماوس جنب الكيس فممكن تبعد الكيس شوي أو تغير الاتجاه تبعها بس بشكل عام الأداء جدا ممتاز ومستقر وما علي أي مشاكل سواء كانت حرارية ولا أدائية زي ما أنتم شايفين بآخر لعبة عنا اليوم اللي هي ريمبو سيكس سيج نيجي للخلاصة وابدي أسألكو بالبداية شو رأي كنتوا بهاي التجميعة شو ممكن تغيروا فيها هل بناسبك وحجم الميني اي تي اكس هل بلغت شوي أو قصرت شوي ببعض المواصفات خبروني ولكن أنا بشكل عام كتير مبسوط من كيف طلعت التجميعة كرت قوي معالج قوي منصة قوية الكيس صراحة أبدعه كولر ماستر صار لي فترة أنا إلي عتب على كولر ماستر بكتير كيسات ولكن بهاي الكيس رجعوا صراحة للساحة كيس ميني اي تي اكس ما ساوموا بكتير أشياء أو حتى ما ساوموا على إشي بجوز بس الدست فلترز ولكن من ناحية شكل جدا جميلة الخيالات الموجودة معها جميلة السعر بالذات للنسخة المش بيه خرافي جدا والمواصفات أو القطع الموجودة جوه متناسبة للإشي اللي أنا أبدأ أشتغل عليه ما صار فيه إنه أنا حجة إنه ما أحط كرت قوي زي 3080 Ti لا خلص حطيته التهوية تبعته كانت ممتازة أكيد مش زي كيس فل اي تي اكس أو متاور اي تي اكس وعليها مراوح كتير ولكن الأداء كان جدا جدا ممتاز وأنا راضي كتير عن التجميع كتير مبسوط أني لم أطلق أساوم ولا شيء من القطع الـ Power Supply كانت كافية لكرت شاشة زي الـ RTX 3080 Ti كتير مناسبة لمعالج زي 11700K المبرد كان مناسب إليه الكيس كانت تهويتها كتير ممتازة خيار اللوحة اللي من أورس كان ممتاز ومعطيني كل المواصفات اللي بدي إياها الرام ممكن أرفع مستقبلا من 16 إلى 32 ولكن حاليا 16 بكفيني وزيادة الـ SSD برضو الواحد تيرى كافي ولكن الكيس بشكل عام من ناحية حجم أداء مواصفات والنتيجة النهائية كثير كثير عجبون بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم أعملوا لايك أو أعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات خطواب التعليقات ونشوفكم في بدي تاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا مد وتحية مرة أخرى لكل إخواننا الصامدين في فلسطين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته